جيداً مرحباً أمي أمي أنا هند خالص حسين أمي أعلم في الأكسس كيندري سكول لفور بوز هذه علمات هي أعلم في أكسس المساء الخير اسمي هند خالص حسين مدرسة لغة إنجليزية في ثانويات الأقصى الأهلية للبنين هذا الدرس للصف السادس الإبتدائي درسنا لهذا اليوم هو عن التنقيط 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 في اللغة الإنجليزية يدعى punctuation التنقيط شو يعني التنقيط؟ يتم استخدام التنقيط لجعل معنى الجملة أوضح ولترتيب وتنظيم الكتابة وتوجد عدة علامات للتنقيط يعني التنقيط إحنا الفائدة منه هو للكتابة توجد بعض الملاحظات أو العلامات للتنقيط التي تساعد معرفتها على جعل الكتابة أوضح وأرتب وليجعل المعنى أفضل وخصوصا يتم الاستفادة من التنقيط في كتابة الإنشاء زيان خلي نعرف شنو هاي علامات التنقيط ومنها ما يلي تستعمل الحروف الكبيرة capital letters في المواضع التالية احنا نعرف باللغة الإنجليزية الحروف توجد منها حروف كبيرة capital letters وحروف صغيرة small letters زيان قد نقول بداية capital letters شو كد نستخدمها؟ في بداية الجملة وبعد النقطة وبعد علامة الاستفام يعني أي جملة في اللغة الإنجليزية يجب أن تبدأ بحرف capital بحرف كبير وبعد النقطة يعني لما نبدي أيضا بما معنى إذا نخلي نقطة في نهاية الجملة بما معنى هاي نهاية الجملة فإذا الجملة اللي تبدي وراها معنى أيضا بما معنى أنه هي جملة جديدة فالهذا أيضا يجب بدئها بحرف كبير فقط الحرف الكبير من الكلمة الأولى الحرف الأول من الكلمة الأولى وبعد علامة الاستفهام يعني إذا عندي مثلا سؤال مثلا why are you late منخلي بنهاية علامة الاستفهام ورا علامة الاستفهام إذا حبيت أجاوب أو أكتب شي بعد علامة الاستفهام شو لازم أبدي أبدي أيضا بحرف كبير ب capital letters تمام؟ زيان أيضا وين تستخدم؟ اسماء البلدان والمدن يعني أينما تمت أو تتم كتابة اسم بلد أو مدينة يجب أن يكتب بحرف capital مثل شنو؟ مثل إراك يعني عندك العراق شنو دولة أو بلد نقول عليه وين ما موجود في بداية في وسط أم في نهاية الجملة يجب أن يكتب بحرف كبير الحرف الأول من إراك إيجبت مصر أيضا لازم نبدي حرف كبير لأن دولة بريتن بريتن بريتانيا أشوف أيضا هذني لأن باعتبارهم بدول لازم نكتبهم بحروف كبيرة الحرف الأول من عندهم كتبنا بحرف كبير ليش لأن هم اسماء بلدان اسماء القارات كذلك مثل إيجيا أفريكا مثل قارة آسيا قارة أفريقي شوف أيضا كتبناها بحرف كبير الأي هنا كابتال حرف كبير أيام الأسبوع اللي هي Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday أيام الأسبوع السبعة يجب أن تكتب بحروف كبير شوف لحظة هنا Sunday اللي هي يوم الأحد كتبناها بكابتال بحروف كبير بحروف كبير الموندي كتبناها بم كبير بحرف كابتال لتر تمام ليش لأنه يوم من أيام الأسبوع هذة الاثنين هذة الأحذية شهور السنة شهور السنة لها جنوري فبريوري مارج أبريل ماي جون جولاي أوغست سبتمبر أكتوبر نوفمبر بحروف كبير الحرف الأول من عدهم يكتب بحرف كبير وأينما كان إذا كانت في وسط الجملة أم في بدايتها أو في نهايتها شوف هنا لحظة مثل هنا جينيواري كتبنا شنوه جي كبير شنوه جي هنا كابتال كبير الفبريوري أيضا الأف كبير تمام ليش لأنهم شهور السنة زيان أسماء اللغات اللي هي مثل Arabic English عشانو عندنا لغات French Italian أسماء اللغات يعني اللغة العربية Arabic شوف العربي كوين ما تلقاها لازم تكتبها بأي كابتال ليش لأنها لغة انجليش حتى أنتم ملاحظين انجليش وين ما توجد كلمة انجليش بما معناها الانجليزية يجب أن يكتب حرف الإي بحرف اي كابتال زيان الألقاب الألقاب مثل شنو مثل Mister and Mrs Miss هاي أيضا لازم تكتب بحرف كبير شوف مستر معناها سيد اختصار سيد M R نقطة ال M لازم يكتب بحرف كبير ليش لأنه لغة Mrs السيدة السيدة أيضا يعتبر لغة لهذا حرف ال M كتبناها كابتال واخر شيء الاختصارات بحرف الاختصارات مثلا BBC نقطة DR يا دكتر نقطة هاي اختصارات الاختصارات أيضا تكتب بحرف كبيرة واخر شيء اسمها الأشخاص أي اسم شخص عالم مؤنث ام مذكر يجب ان يكتب بحرف كبير مثل اسم أحمد هند علي حازم وإلى آخر يشكوا اسم لازم نكتبع بحرف كبير الضمير I يكتب بالحرف الكبير أينما وجد في الجملة مثل I like English هذا الآي بما معنى أنا هذا أنا الضمير I وين ما يكتب في الجملة سواء كان في بداية الجملة في وسط الجملة أو في نهاية الجملة يجب أن يكتب بالحرف الكبير اللي هو I بهذا الشكل مثل I like English أو إذا حتى لو أجي في وسط الجملة مثلا You want I أنت وأنا الآي أيضا يكتب بحرف كبير وهكذا تمام زيان نمبر ثري تستخدم علامة الاستفهام إذا بدأت الجملة بأداة سؤال أو بفعل مساعد علامة الاستفهام نعرفها لquestion mark شو كنت نستخدمها إذا بدأت الجملة بأداة سؤال أو بفعل مساعد مثل شنو مثل Where do you come from? Does I go to museum? هنا الwhere الwhere هي أداة استفهام تعني أين تستخدم للسؤال عن المكان بما إنه باجل هنا بأداة استفهام إذن ننهيها بعلامة استفهام اللي هي هذي Where do you come from? من أين أتيت؟ أو The second example Does I go to museum? هل علي ذهب إلى المتحف It does فعل مساعد فلهذا أنهينا بعلامة استفهام تمام زين Number four توضع النقطة في نهاية الجملة أي جملة تحب تنهيها سواء كانت مثبتة أمن فيها يجب أن توضع النقطة في نهايتها مثلا She meets her friends in the restaurant هي التقت بأصدقائها في المطعم لاحظت خليت بنيها شنو النقطة Five خامسا تستخدم الفارزة العليا التي تدعها في اللغة الإنجليزية بأبسرافي في عدة مواضع وهي عند استخدام أس التملك للأسماء المفردة والجمع مثل Boys book أو boys book الفارزة العليا اللي هي مثل هاي هنا مثل كلمة boys يعني فارزة بس تكتب يعني لفوق لفوق مكتوبة شو كنت نستخدمها باستخدام أس التملك احنا نعرف أس التملك تستخدم فقط لشنو فقط للأسماء المفردة والجمع إذا كان اسم مفرد مثل boy هنا نخلي فارزة وأس أما إذا كان اسم جمع مثل boys فقط نخلي الفارزة فصير هنا boys book كتاب الولد هنا boys book كتب كتاب الولد الأولاد زيان تستخدم في الاختصارات مثل أيضا وين نستخدم هذه الفارزة العليا بالاختصارات مثل شنو isn't لاحظة هنا هي مو is not بس اختصاره isn't بس نشيل حرف ال-o وبدل حرف ال-o شنكتب فارزة عليا لي فوق اللي هي الابسروفي aren't اللي هي كانت are not لكن شلنا حرف ال-o حتى ناخد اختصار ال-not اختصار ال-not اللي هي not اللي هي بس نشيل حرف ال-o نخلي فارزة عليا can't can't اللي هي can't can't am اللي هي يعني لما باللغة الانجليزية عندما نريد ننقل كلام شخص مثلا عندما نريد ان نقول مثلا صديقك غائب عن المدرسة فحب يعرف الواجب لليوم اللي كان هو متغيب فيسئلك ما هو الواجب لهذا اليوم انت تجاوب لقد قال المدرس بأن الواجب كذا وكذا هذا يسموه كلام منقول انت نقلت كلام المدرس الى صديقك زيان هذا الكلام المنقول عندك كتابة باللغة الانجليزية اذا كان حرف اتدت نقلة نصا يعني باللي قاله لازم تخلي ما بين فارستين عليتان مثل هي زيان شون يكون ترتيبة خلي نشوف الف اذا كان اسم القائل وفعل القول في بداية الجملة فيجب فصلهما بفارزة سفلة عن الجملة التي قالها والجملة يتم وضعها بين فارزتين عليتان اليوم وذولي ومن ثم نضع نقطة في نهاية الجملة كما يلي شنو معنى هذا الكلام خلينا نطبقه بالمثال مايك سيد I am a good photographer لاحظ لهنا مايك هو اسم القائل مايك سيد سيد معناها قال مادام عندنا يقول لي سيد or told نفصل ومشنو ورا سيد وطول لازم نخلي فارزة سفلة اللي هي هاية صارت مايك سيد قال مايك مايك هو اسم القائل اللي قال السيد هي فعل القول قال خلينا فارزة سفلة وراها نخلي فارزة علية لاحظ لي هنا هاي فارزة علية وهنا ايضا فارزة قال لان قلة كلام حرف قال I am a good photographer هذه جملة القول الجملة اللي قال ها من وقالها مايك وهي I am a good photographer أنا مصور جيد با إذا كان اسم القائل وفعل القول في نهاية الجملة فيجب فصلهما أيضا بفارزة سفلة عن الجملة التي قالها والتي نضعها بين فارزتين علية ومن ثم في النهاية نضع نقطة أيضا كما يلي شنو معنى هذا الكلام إذا بالعكس الفعل القول يعني مثلا هناك مو قال مايك أنا مصور جيد إنها لا أنا مصور جيد قال مايك فقط نعكس شن سوي هنا نعكس الجملة أنه الجملة اللي قال هاي هي فصلنا أيضا بشنو بفارز سفلة قبل نكتب مايك سيد وبالنهاية الجملة نضع نقطة فقط ش سوينا فقط عكسناها زيان نجي على حرف جيم جيم ثالثا إذا كانت الجملة المنقولة سؤال فسيكون ترتيبها كالتالي زيان إحنا أخذنا إذا كانت جملة يعني مثبتة زيان إذا كانت سؤال بهاي الحالة سيتم ترتيب هذه الجملة نكتب السؤال المنتهي بعلامة استفهام هذه اللي هي العلامة بين فارزتين عليا ومن ثم نفصله عن الشخص الذي سأل وفعل السؤال من خلال وضع فارزة سفلة ومن ثم نضع نقطة في النهاية كما يلي شنو معنى هذا الكلام خلينا نطبقه بشنو نطبقه بالمثال حتى نفهم شنو معنى هذا الكلام اللي إحنا دي نقوله هذا السؤال عندي سؤال هل رافد جيد في كتابة القصص هذا السؤال بادئ بفعل مساعد اللي هو الاس ولاحظ بادئ بكابت اللتر وناهي بعلامة استفهام هذي السؤال بشنو أخلي أخلي بفارستين عليا ومن ثم يلا أكتب I asked أنا سألت وأنهي بنقطة نهاية الجملة زي أخذنا من هنا email on your student book on unit 7 هنا هنا عندنا نموذج لـ email لبريد الكتروني موجود في كتاب الطالب في الوحدة السابعة كمثال لكلام اللي نذكر قبل قليل أنا أيضا أعلمك كيفية كتابة الـ email يعني الـ email من وإلى من منو بالنهاية تكتب اسمك وإلى to إلى للشخص اللي تريده وإذا تحب تكتب الموضوع شنوه العنوان من رسالتك to إلى يعني هذا الإيميل إلى من مرسل مثلا إلى النديمة subject الموضوع our mother's day party حفلة عيد الأم حفلتنا لعيد الأم زيانا خلينا نشوف see you this weekend because I'm going to be too busy I'll see you in school on Sunday and tell you about the party دانية this is ما معنى إنه تكتب اسمك بالنهاية اسمه دانية خلينا نرجع نترجم إجه قالت our mother's day party حفلتنا لعيد الأم my family is very excited this week because on Saturday we are having a party for mother's day and both our grandmas and grandpas are coming بما معنى عائلتي جدا متحمسة هذا الأسبوع لأنه في يوم السبت سوف نصنع حفلة ما معنى لدينا حفلة for mother's day لدينا حفلة لعيد الأم both our grandmas يعني جداتنا وأجداتنا سوف يدون the party is going to be at our house الحفلة ستقام في منزلنا we are very busy getting everything ready ونحن جدا مشغولون للشيزات أو للتحضيرات I wrote a list of the things we need to do لقد كتبت لائحة أو قائمة بالأشياء التي نحتاج لعملها we want to help our mom and dad نحن 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 نريد أن نساعد أمنا وأبونا أو والدتنا وأبونا I'm going to help mom to clean the sitting room and وسام is going to tidy his bedroom أنا سوف أساعد أمي لتنظيف غرفة الجلوس ووسام سوف يرتب غرفة نومي on a friday في يوم الجمعة we are all going to go shopping to buy the presents and the party food في يوم الجمعة سوف نذهب للتسوق والشراء الهداية وطعام الحفلة we are also going to buy some new clothes ونحن أيضا سوف نشتري ملابس جديدة on saturday morning وفي صباح السبت I'm going to help mom to do the cooking أنا سوف أساعد أمي في الطبخ dad and we are going to put up the decorations والدي ووسام سوف يصنعون الدكورات يعني سوف يرتبوها يكملون الدكورات أو التزين أمار is going to make cards for mom and dad and for our two grandmas أمار سوف يصنع cards بما معنى بطاقات for mom لأمي ولجداتنا الاثنان I think we should help him to do the drawings and make any cutouts أنا أعتقد بأننا يجب أن نساعده في الرسومات and make any cutouts ويعني نساعد في الرسومات وفي التقطيع والترتيب that is going to wrap up the presents and we will help him والدي سوف يقوم بتغليف الهدايا ونحن سوف نساعده I won't see you this weekend because I'm going to be too busy أنا لن أراك في نهاية الأسبوع لأنني جدا مشغولة I'll see you in school on Sunday and tell you about our party سوف أراك في المدرسة يوم الأحد وأخبرك عن الحفلة دانية we have we have other subjects for our lesson for today عدنا اليوم موضوع آخر أيضا لدرسنا هذا اليوم وهو كيفية الإجابة على أسئلة القطعة الخارجية نحن نعرف سواء في الأسئلة الشارية وأيضا في البكالورية السؤال الأول دائما يكون عبارة عن قطعة خارجية من خارج الكتاب بما معنا وقطعة خارجية وتحت تكون مجموحة أسئلة الإجابة عليها اليوم نحن أخذ بضع خطوات لكيفية أو لمعرفة كيفية الإجابة على القطعة الخارجية كيفية الإجابة على أسئلة القطعة الخارجية خطوات حل القطعة الخارجية حذف أداة الاستفهام وفعل العمل ندرج الفاعل ونضع بعده الفعل الرئيسي وتكملة باقي السؤال ومن ثم نكمل الجواب من القطعة أول شي نحذف أداة الاستفهام والفعل ندرج الفاعل أول شي نكتب الفاعل ورا الفاعل نخلي الفعل الرئيسي للجملة ونكمل باقي السؤال إذا عندي يجي سؤال ومثلا سألني سؤال بالقطعة شا سوهم ببداية تحذفون أول كلمة اللي هي أداة الاستفهام وفعل العملي يعني فعل التابع إلي تكتب بالجواب الفاعل وين الفاعل بالسؤال تدوره تنزله من بعدها الفعل الرئيسي تنزله طبعا تعتمد على أيضا زمن السؤال إذا سألك بالماضي تجاوب بالماضي سألك بالمضارع تجاوب بالمضارع سألك بالمستقبل تجاوب أيضا في زمن المستقبل زي أدوات الاستفهام زي نحن خلي نعرف ما شنو أدوات الاستفهام أدوات الاستفهام شنو أدوات الاستفهام هي مفتاح الإجابة عن السؤال لكل أدوات الاستفهام عمل وجواب معين يعني أنت لازم تتعرف على أدوات الاستفهام حتى تعرف كيفية الإجابة عنها أول أدوات نأخذ اللي هي where where معناها أين تستخدم للسؤال عن المكان مثلا in the hospital to London at home outside under the table مثلا في المستشفى إلى لندن في المنزل في الخارج تحت الطول هاي كلها مكان تمام فإن لما نعقد نوال بس تلقى بالسؤال where إذن بسرعة تعرف شو تقول هذا دايس أني عن مكان for example where did Ali go أين ذهب علي he went to Baghdad هو ذهب إلى بغداد لاحظت شلون أين سألي where مادام سألي where إذن معناها دايس أني عن مكان فتروح تدور بالقطعة وين المكان اللي راح لمينه علي علي اللي هو هنا الفاعل مالتنا هذا فعل الرئيسي go زي أحنا شنسول لما نجاوب أول شي where نحذفها الفعل الطابع لها اللي هو did أيضا نحذفها ويبقى لنا شنو يبقى لنا علي و go علي الفاعل و go هو الفعل الرئيسي زي شنو زمن الجملة زمن السؤال سأل نياب شنو did مادام عندي did إذن شنو زمن ماضي إذن جاوب أيضا يكون في المرفش أقول أقول لك he went to bagdad لاحظ هنا وين تستخدم ليش لأنه سألني بزمن ماضي زي we have when when معناها متى متى تستخدم للسؤال عن الوقت مثل yesterday last year 7 o'clock on monday in summer next week كلها أوقات يعني مثلا يسألني when was he born أين هو ولد he was born in 1996 هو ولد في سنة 1996 يعني بس تشوف في الجملة كلمة وين تقول يسألني عن وقت فتدور وين الوقت اللي عندك يا الجاوب عليه how how نسأل بها عن كيفية وقوع الفعل أو عن وسيلة النقل أو الحال how كيف معناهم مثلا fast early by bus by sea by ship بسرعة مبكرا بواسطة الباس بواسطة البحر بواسطة السفينة مثلا شنو for example how does she travel to london كيف سافرت إلى london شوف انها سألني بhow does كيفية سافرها إلى london ما معنا كيفية وقوع الفعل زين شا جاوب اقول she travels شوف انها باعتبار she does معناها how does شا معناها زمن مضارع اذا اجاوب ايضا بمضارع بص شا قول اقول she travels to london by plane هي سافرت إلى london بواسطة الطائرة زي عندنا وراء how long how long نسأل بها عن المدة الزمنية مثلا since 2008 since i was seven من سنة 2008 منذ كان عمري السابعة منذ كنت في السابعة يعني ما معنا for two years لسنتين for a long time لوقت طويل for two days ليوما for example how long how long have they worked in this building كم المدة التي عملوا بها في هذه البنائة they have worked in this building for three months هم عملوا في هذه البنائة لثلاثة أشهر لأن مادم ونسأل بها long لازم أنطي مدة زمنية فجلت للمدة زمنية three months حسب طبعا موجود بالقطة يعني نحن نجاوب عندنا why why معناها لماذا نسأل بها عن السبب أو الغرض لماذا مثلا because he's busy أو to help his father غالبا ما نجد في الإجابة عن السؤال شنو because و to يعني لما يسألك ب why أغلب الإجابات تكون ب أما تستخدم بها because أو to تمام why لأن نسأل بها عن السبب مثلا for example why did he buy a camera لماذا هو اشترى camera طي سبب أقول لي he bought a camera to شوف to take pictures ليلتق الصور أوكي أوكي زي عدنا لي بعدها هو هو معناها من نسأل بها عن الفاعل العاقل من لما أريد أستفسر من هو الفاعل العاقل نستخدم هو فيكون الجواب بوضع فاعل العاقل أو ما يدل عليه بدلا يعني أما بما معنا نكتب اسم شخص عاقل سواء كان مذكر أم مؤنث أو ضمير بديل عنه For example Who opened the door من فتح الباب علي opened the door علي فتح الباب جوابت باعتبار سأني هو لازم أجاوب لشخص عاقل فجوابت بعلي علي اسم على مذكر عاقل عدنا واط واط نسأل بها عن المفعول به أو الشيء الذي قام به الفاعل أو تسأل عن المهنة ما الوط معناها ما For example What was Mr. Ali ماذا كان Mr. Ali Mr. Ali was a teacher إنه كان مدرس أو معلم For example The second example What happened to the thief at last ماذا حدث للصف النهاية The police arrested him at last الشرطة قبضت عليه في النهاية What زي عدنا How many How many means كم عدد نسأل بها عن العدد مع الأسماء المعدودة تستخدم لشنو للأسماء المعدودة معناها كم عدد For example How many times did he visit Iraq كم عدد المرات التي زار بها العراق He visited Iraq three times هو زار العراق ثلاث مرات How much How much كم الكمية تستخدم للسؤال عن الكمية نسأل بها عن الكمية وتستخدم مع الأسماء الغير معدودة شنو للأسماء الغير معدودة How much لأسماء الغير معدودة For example How much money did he just leave شوفوا المني باعتبار شيء غير معدود فبشنو نسأل نسأل بالhow much شنجاوب He left five million dinars How often كم مرة نسأل بها عن عدد المرات For example مثل once a year twice a week مرة في السنة مرة في الإسبوع three times a month ثلاث مرات في الشهر For example How often does she visit her uncle كم مرة تزور هي عمها twice a month مرتان في الشهر إذا عدنا How old How old معناها كم العمر نسأل بها عن العمر For example How old is Ali كم عمر Ali He is thirty five years old هو خمسة وثلاثون سنة Second example How old was he when he died كم كان عمره when he died عندما مات He died at the age of sixty هو مات في عمر الستون What time كم الوقت نسأل بها عن الوقت يعني ما ترتسع عن وقت تستخدم what time What time did they leave the house What time did they leave the house ما الوقت الذي غدروا في المنزل They leave the house at seven thirty a.m. عدنا which آخر أداة اللي هي which بمعنى أي تستخدم للخيار بين شيئين أو بيان تفضي لك لشيئ شنو For example Which year do you prefer أي قميص أنت تفضل I prefer the right when أنا أفضل الأحمر زي هنا شنو هنا عدنا فد ملاحظة شو تقول هناك نوعا من الأسئلة أولا الأسئلة التي تحتوي على فعل مساعد بعد أداة الاستفهام يعني شنو تكون الإجابة على ذلك بيحذف أداة الاستفهام ونقدم الفاعل على فعل المساعد For example What was he reading شوف هنا عدنا أداة استفهام من بعد شنو عدنا عدنا فعل مساعد الجواب شو رح يكون نحذف أداة الاستفهام اللي هي الwhat والفاعل اللي هو اللي هي نقدم على was فيصير he was reading What was he reading مثلا يصير he was reading ونكمل مثلا english arabic وإلى آخر other example how was his room نحذف الhow his room his room هنا هي شنو هي الفاعل فنقول his room was ونكمل بس لاحظ هنا لمن دي نجاوب هنا مثلا الهي والهي مكتوبة بsmall letter ليش لأن جاي في وسط الجملة بس باعتبار هنا بدي نبي بس بتجواب بالبداية سوينا كتبناها بحرف capital بحرف كبير ليش لأن بداية جملة ننتبه على هاي الملاحظة كل الزيان two الأسئلة التي تحتوي على فعل عمل اللي هي do does والdid do والدز المضارع الدد الماضي مالتهم عند الجواب نحذف إداة الاستفهام وفعل العمل موجود في السؤال وثم نجري تغيير على فعل الرئيس إذا كان فعل العمل does نضع s للفعل الذي يأتي بعد الفاعل لأن does نعرف للمفرد أما إذا كان الفعل العمل do يبقى الفعل الرئيسي كما هو do ما تأخذ s تأتي مع الجمع أما إذا كان فعل العمل did نحول الفعل الماضي يعني شنو for example they leave ونكمل مثلا buy pass ونكمل زي هات seven o'clock زي when did he leave did لاحظ نحذف الwhen ونحذف الdid بأجبار هنا زمن همالش نقول he leave ناخذ الماضي مات الماضي ما الفعل leave هي غادر غادر هي left he left at seven o'clock وين عدنا ملاحظات عامة أولا إذا كان السؤال يبدأ بفعل مساعد أو بفعل عمل is are do does did can could was were have has had will could فإن الجواب يكون بكلمة yes or no for example did they visit their friends هل همزار أصدقهم شنو سأل يبدأ شا جاوب أما yes they did أو no they didn't زين أو سأل يب can can he speak english yes he can no no he can't وإلى آخر إذا السؤال بادي بأحد هذه الأفعال المساعدة في أن الجواب سوف يكون أما بyes أو بno ثانيا إذا كان السؤال يبدأ بفعل مساعد أو عمل مع وجود كلمة or في السؤال فيكون الجواب أن نختار إما ما قبلها أو ما بعدها وحسب فهم الجملة هل هم أطباء أم معلمون حسب الموجود بالقطعة عندك مثلا يعني يقولك مو or الجواب يكون أما الكلمة القبل هي doctors أو البعد teachers مثلا اختار teachers فقلنا they are teachers أو do they live in a flat or in a house هل هم يعيشون في شقة أو في منزل I live in a house أنا عيش في منزل اختارت الكلمة اللي بعد الغ زي إذا كان السؤال يبدأ بأداة الاستفهام who plus في عرب اللي وفعل فعند الجواب نحذف فقط الأداة ونضع اسم من القطعة يعني شنو for example who came yesterday من أتى البار رح اش سوي نحذف في الهو ونخلي came yesterday ونخلي اسم مثلا علي أحمد هدان دا زي who called for the police من اتصل في الشرطة نحذف الهو ناخذ فاعل نقول the driver called for the police السائق اتصل في الشرطة احيانا 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 يطلب في السؤال اختيار عنوان القطعة زين كم من إجابة عن أسئلة بالنهاية يقول لك give a suitable title to the passage اعطي عنوان مناسب للقطعة يتم اختيار عنوان title من اسم مكرر في القطعة او عبارة موضوعة بين علامتي اقتباس او حسب في منال القطعة وفي الاغلب اي عنوان يكتب يكون صحيح وعند الاجابة يكتب فقط العنوان الذي اخترته ويبدأ بحرف كبير يعني انت يا ام تختار فد اسم تكرر بالقطعة هواية او فد شي محضوط بين علامتي اقتباس او حسب فهمك للجملة وغالبا ما اي عنوان تكتب هو رح يكون صحيح اختيار عنوان يكون على الشكل التالي اما صفة زاد اسم موصوف اما اسم موصوف زاد الصفة مثلا the lazy child the lazy اسم موصوف والchild صفة او the robbery the fireman هنا بس اسم traveling to the mountains زاد اسم مكان زين the professor and the student هنا اسم تمام يعني ممكن تكون بها الترتيب ملاحظة قد تأتي الاسئلة على شكل اختيارات او الاجابة بصح او خطأ t صح f خطأ false وهاي من true زي for example he is studying medicine he will be a teacher an engineer a doctor in future هو يدرس الطيب هو سوف يكون معلم لو مهندس لو دكتور في المستقبل اكيد رح يكون doctor بتختار تشن وتختار doctor هايذا اختيار رزين اذا كان صح وخطأ the fire was caused by cigarette end true or false النار حدثت بسبب سيجار اذا صح تختار true اذا خطأ تختار false here we have sample of unseen passage انا عدنا نموذج بسيط لقطع خارجية تقدرون جاوبون عليها انتو قلتكم بدون اي اجابات his friends on the weekend they go to sport marches number one what is sami sami often goes out with his friends شوفي نفس رعطتيك الجواب بس حول تقرح اللي الجواب two what does sami has two sami doesn't like sport three what does he love he is a lazy student طبعا مترجمت الان كلمات بسيطة what does sami play he can answer a question where does he go out weekend he sometimes plays football هنا ايضا خليت لك نموذج اخر اقرأ وجاوب علي انت وحدك ومن ثم يشوف على الاجابات ايضا مكتوبة عندك مع كل نقطة sadly we have reached the end of our course about the review of the second course of english مع الاسف وصلنا الى نهاية الكورس للغة الانجليزية فيما يخص الصف السادس الابتدائي i hope you have enjoyed with me with my lessons and get benefit from it اتمنى تكونون استفاديتوا من الدروس وستمتعتوا بالدروس اللي اعطيناها لكم i hope you a good life and all the best for all of you اتمنى لكم كل التوفيق و الموفقية في حياتكم للجميع have a nice day and goodbye i hope to see all of you in good health best wishes your teacher